اشتركوا في القناة كانت بداية فعلية وفيها شوية استحياء من بعدها بديت اهتم في الشعر وحب الشعر لكن بداية فعلية كانت في عمر 18 بديت اكتب في السوشال ميديا اشاركت في برامج شعرية بعدها صرت احظر في امسيات كثيرة احظر في مناسبات شعر كبيرة ومن هنا صار الانطراب انا كتبت في اغلب اغراض الشعر ازعم اني ابدعت فيها كتبت في المدح كتبت في الغزل كتبت في الوجداني لكن الزيثة عندي يقين باني لن اكتب او ان شاء الله ما اكتب لاني حاولت اكتب ومعت عندي ناس عزيزين اظن ان الشعر يقصر من دون او الشعور لا يصف انا ارى انه الهاجس الشعري يحتاج الى حافز ويحتاج الى الهام ويحتاج الى تحدي مثل هالبرنامج انا في معلقة 45 اللي عني وافق بانه شعري ينافس وسينتصر ان شاء الله كثي الذنب يا نفس ما هي بمعصومة واخرجيني من اهمالي وقل اهتمامي كم تكلمت مع نفسي ونفسي كتومة وادري ان الله المعبود يسمع كلامي كل حاجة العلامة الغيوب معلومة لا تدور وسيط ولا تدور محامي الجوارح شقية والعيون مهمومة يا جزيل العطاء ناصيك مدري علامي سبت جروحي اللي في الضمير محسومة رميت وقعت في الصدر من غير رامي لو تجي مرماح الحب قلتم حشومة صوبتني بعد صابت رشيدة الزلام لو تجي مرماح الحب قلتم حشومة صوبتني بعد صابت رشيدة الزلامي ودون الأحلام ولم جاد طيحة وقومة جمرة تحترق منها عروق النوامي الحياة الرغيدة والترف والنعومة لا تخرج صبور ولا تخرج عصامي ينطح الخوف رجال تغره عزومة يأخذ أحلامه من الموت والضرب حامي والعرب تنكر الطيب وتنكر سلومه يكرهون الصريح ويكرهون النظامي سموا الذيب كلب وسموا الصقربومة يعرفون الوجيه ويجهلون الأسامي ودك إن حاجة الطيب عليهم عدومة ولا تجي فيه دين السمسري والحرامي وكل شيء تدن تقيمتها لا تسومه دوراً لمثل ما قالوا الناس سامي واحد تأخذ الدنيا حمايض علومة ما يصدر من عدود المروات ضامي ودهن الوجيهة الطيبة ما تلومه كل ما تزهم الفعل جاكم تحامي ودهن السماء دائم تهام الغيومة من سلافة طلاد ليا سلافة رجدان شكراً عبد المجيد أخذتنا لعالم من الحكمة جميل صح لسانك خلونا نسمع أراء لجنة التحكيم بهالقصيدة وأبدأ معك أستاذ فهد عافت شكراً لحضورك شكراً أبهجتنا القصيدة جميلة عندي ملاحظة تحتمرك واسمح لي لا أخذ راح في بيتين العرب تنكر الطيب وتنكر السلومة يكرهون الصريح ويكرهون النظام يحطوا أذيب كلبه وحطوا الصقر بومة يجهلون يعرفون يجيه ويجهلون الأسامي القصيدة هنا تعطينا اتهام مباشر لطباع الناس تتهمهم بإمكانية أو بغالبيتهم بزيف الخداع الكذب عدم الصدق لما أمشي مع هذا النص بهذه الشروط راح أقبل هذه المسألة لكن بعد بيت أو بيتي ألقى أنك تقول كل شيء تدنى تقيمته لا تسومه دور اللي مثل ما قالوا الناس سامي الناس هنا اللي قالوا سامي أني أتبع الناس لأنهم قالوا عن هذا الشيء سامي فأنا قبله شوي متهمهم بأنهم قد لا يكون حكمهم دقيق ولا صريح بل ولا نزيه هنا لعلهم قالوا هو لم يفعلوا ارتبك المعنى حتى لو قالوا بس إن تطلب مني أنا كإنسان آخر أنه تقول لي دور اللي مثل ما قالوا الناس سامي طيب قالوا اللي عن هذا الشيء سامي هل كلامهم بالضرورة صحيح هم قبله شوي كان في غالبيتهم مجموعة من هذه هي ملاحظتي على النص أظن أني أكتفي بهذا شكرا لك شكرا لك شكرا لك أستاذ فهد أنتقل لك أستاذ سفر الدغيل بقدم عبد المجيد قصيدة بعنوان الحياة الرغيدة نحب نعرف رأيك فيها أنا أقول صح حسانك عبد المجيد فيها بيت حفظته والله أني صادق حفظته من أول مرة قرأت القصيدة طوال عمر اللي هو الحياة الرغيدة والترف والنعومة ما تخرج صبور ولا تخرج عصامي عندي بعض الملاحظات يا صدق المجيد تقول يا جزيل العطى ناصيك مدري علامي مدري علامي يتقال دائماً للاستغراب وأنت مسلم ومنصاك لله جزيل العطى ما هو غريب سبحان أضف إلى ذلك ينطح الخوف رجال تغره عزومه ودنك قلت تغثه عزومه وتسوقه عزومه لأنك في مجال مدح هنا والمغرة تقبل المدح وغيره وسلامتك وعفاك ولا تنشى الحياة الرغيدة والترف والنعومة ما تخرج صبور ولا تخرج عصامي يعطيك العافية ختاماً مع الشاعر مدغم أبو شايبه رأيك في قصيدة يا هلا يا أبو ربيع القصيدة لو تأنيت في ذا القصيدة تأنيت لكانت القصيدة هذه عظيمة بس أنت استعجلت في بعض الأشياء في بعض صياغة الأشياء مثلاً الشي اسمه الذي يكرهون الوجيه وقلبون الأسامي أنا لو مسكت البيتين ذاللي فوق بعض حذفت الشطر الأخير من البيت الأول وحذفت الشطر الأول من البيت الأخير وخليتها بيت بدل ما هي بيتين خليتها بيت شلت من هذا وحطيت فيه هذا واستغنيت عن اللي في الأول استغنيت عن في الثاني وطلعت الصورة صورة ما عليها كلام الشي الثاني إشارتك للسحابة من سناف إلى سناف الردامي يعني يعني لما تستشهد بلاش يدي في نظام القصيدة علشان القصيدة تكون قوية تستشهد بشياء ما تاخذ من القصيدة تضيف القصيدة عرشلون يعني هذه قد عرف هنا وأنت وسفر لكن فهد عافت ما يعرفها الموقع ذا ما يعرفه يعرف النسم ديره بس ما يعرفه بس الاستشهاد يكون بشي واضح ومعروف ويجي في سياق القصيدة القصيدة مع لها كلام صح لسانك وشكراً أبو قل شكراً جزيلاً